انا بقى مرض مهم جدا جدا اسمه ضغط الدم الرياوي. ضغط الدم الرياوي ده هو مرض حديث الساعة. يعني حديث الساعة دكتور. اللي جيالنا المستشفى عناها مركزة. وعندها كورونا وعندها ان في كلها عندها بلمونة هيبرتنش. وقت اسم بلمونة هيبرتنش يعني ايه? يعني ايه زيادة ضغط في الليه? طبعا قالك ان ضغط الرئوي المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى. لما اقول لكم الاول. ان القلب. القلب نصين. نص يمين ونص شمال. النص اليمين بيدفع الدم الى الشريان الرئوي. الشريان الرئوي ضغطه ما يزدش عن عشرين ملي متر زيبة. طيب اللي جنبه في الشمال هو ضغط الشريان الايه? الاورطة. يبقى ده بيوصل لكام? لمية وعشرين ملي متر زيبة. تخيل ان الاتنين جنبه بعض في قلب واحد او الله العظيم. الاتنين في قلب واحد. الجنب اليمين عشرين ملي والجنب الشمال مية وعشرين. يبقى لو حصل سقب ما بين القلب. سقب في القلب. واحد بيحب ومن كتر الحب قلب وتخرم. ها? احصل ايه? ها? مين يروح لمين? ويجي لمين? مش كده ولا ايه? يعني يقولك اعدت احب لغاية مجاني خرم في القلب. طب وبعدين? ها? يبقى الدم هيعدي من الجانب الاعلى الى الجانب الاوطى. يعني ايه يا دكتور? يعني هيروح من المية وعشرين ملي متر على العشرين ملي. يروح طالع هنا بفرقه على الرئة. او يرشح الرئة. ترشح الرئة مية ومية ومية. يبقى المريض مش قادرة. مش قادرة اخد نفس. وننقله على العارة مركزة. وهي دي اعراض كورونا واعراض اليومين دول. لان هو عمل له ارتشاح وعمل له تجلطات وعمل له مصيبة. في كده ولا ايه? تعالوا مبص كده فرط الدم الرئوي. ها? كلام اللي اقول لكم ده كلام غالي قوي. يعني حتى بتوع العارة مركزة اللي بيعرفوهم اروش لحد. طيب. انا عندي الراجل ده اهو فيلم جميل جدا. شايف? الهوى داخل صاروخة اهو. وبعدين يخش على الشعب الهوائية وبعدين يخش على القصائبات الهوائية. وعندنا الحصول على الاكسوجين اهو. وعندنا الشرايين الرئوية زي ما قلت لكم لونها ازرق. شريان الرئوي ضغطه مسلا حوالي عشرين خمسة وعشرين ملي متر زي بقى. انما اللي جنبه الاحمر ها? من غاية مئة وعشرين. طيب. بص بقى الدم داخل لو فيه تجلطات حصلت. ايه اللي يحصل? الدم يحصله استجنيش. فلما يحصله استجنيش. يعني ايه? جلطة. يبتدي الدم يرشح. يرشح ايه? مية في الرئتين. يبقى الرئتين مليانة ايه? مليانة مية. ده المية في الرئتين من جوة. ده غير البلورة. ده غير السائل السائل الرئوي او الاغشاء الرئوي لو اتماله مية. ده موضوع تاني. طيب. عندما يتجاوز ضغط الدم مرحلة معينة. يحصل ايه? ها? نحن نتحدث عن انتفاع الضغط في الشرايين الرئوي. الشرايين. حلو? اهو. شايفين? اهي. صور جميلة جدا مش فاهم هنا اي حاجة. تبص بعد كده اهو. ارتفاع الضغط الدم الشرياني بقى. بيقول لك مرض نادر فيلمش مش. ده مرض شغال كل يوم دلوقتي. كل يوم عندنا في المستشفى بالمورة بالهبل. ومش لقين اماكن للناس كمان. طيب غير. بيعمل ايه المرض الهايبارتينشن ده او البرمورة ممكن يصيب اي اي عضو طبعا رجالة ستات كزا كزا بيجي لك المريض مش قادر ياخد نفسه خالص بتعمل تصوير بالاشعة لا الرئة مالي انا مية مش عارف ايه كزا كزا. عايز تنزل ما تروح تدي له كمية كبيرة من الهواء او الاكسوجين عشان يطلع المية دي وتدي له كميات كبيرة من اللازكس. هو اللازكس كل ساعتين تلاتة ينزل ما تبضل وراه لغاية لما طبعا تدي له مش بس حاجات تنزل المية لا وهتدي له حاجات تانية توسع الشعب. مش كده ولا ايه? الحاجات اللي بتوسع الشعب اللي عندنا الكورتيزونات والحاجة سانسالبيتمول ممكن ادي له انهيلرز خلاص? وممكن ادي له كمان اه 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 اتافلين وعائلة السايوفيلين ممكن ادي له حاجة كتيرة ووسعة ولو عنده انفيكشن بقى ولا ساخد لازم ادي له انتيبيوتكس مش كده ولا ايه? ولو هو ضغط الحقيقي مرتفع. الشيء الغريب بقى انما المنمورة هيبرتنشة ده يحصل. معاه هيبرتنشة. يعني مستحيل ابدا يكون هو عنده ارتفاع في ضغط الدم الرئوي. ومعندوش ارتفاع في ضغط الدم العادي. لأ هيبقى فيه ضغط الاتنين. طيب. نبص كده. نشوف بقى الاجراءات العامة. اول حاجة. ها? اول حاجة نعمل ايه? هنقيس بالاكزيميتر كده بسبوعه. نشوف نسبة الاكسوجين قد ديه. طبعا لو قالت طبعا الناس بتجينا الكلات امان واسعين واسعين واسعين. لكن لو قال لي بقى ستساعة واسعين واسعين نزل عن سعين في الماء خطر. خطر. كده نزل واسعين بدأت اخر. طيب. بنبديل نبديل نبديل لحبوب. نشوف رسم القلب بتاعه اخباره ايه? ونبتدي نشوف هو بيقدر يطلع السلم ومنقدرش. طيب. نغير. طيب. في تقدم دلوقتي في الابحاث العالمية في هذا المرض. زي ايه? زي ايه? هقولك انا زي ايه? اول حاجة ان احنا بنقدر نقيس ضغط الدم داخل الشريان الرئيس. يعني ايه الكلام ده? دلوقتي عندنا تحاليل زي دي عشان نشوف مدى التجلط الموجود. ونشوف سرعة الترسيب. ونشوف حاجة اسمها الصفاحة الدموية ترى الدم ده بيتجلط ليه? ونشوف عنده ولا لأ? ونشوف درجة الحرارة ودرجة الاكسجين وا 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 كل ده ممكن نشوفه داخل الرئة. طيب انا بدأت اعالجه. لازم بعد كده هنظمه او هزبطه على حاجات تانية. يبقى ضغط الدم الرئوي. عبارة عن ايه? ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي. ماذا يحدث? ماذا يحدث? يحدث ارتفاع في ضغط الدم. طيب لو ارتفع يحصل ايه? يحصل عندي ضيف التنفس وتعب وشعور بالاغماء وقلم شديد في الصدر. وتسارع ضربات الدم وساعات يحصل تورم في الساقين وغير وغير. وايه كمان? وممكن قوي قوي بعد كل دون يحصل ايه? يحصل ارتفاع دم يعني يكون ده ناتج من ارتفاع دم ايه? سورياني. يعني كل دمه مرفوع. عنده بيستخدم بعض العققير. استخدم بعض الادوية رفعته الضغط. ممكن يكون عنده عدوة فيروسية. والعدوة الفيروسية اليومين دول العدوة الفيروسية اليومين دول بتوع نزلات البرد ممكن تيجي تعمل لي جلطات في الرئوي. ضغري كده. ممكن يحصل انه عندي مثلا مرض في الصمام. عندي مشكلة في ارتفاع الدم الرئوي اصلا عندي مشكلة في ارتفاع الدم العام. عندي جلطات قبل كده. يعني عنده استعادات لتكون جلطات. من الزعل مسك. كل شوية يزعل دم والجلط. الشيء الغريب بقى ان في بعض الناس راحت خدت التطعيمات فحدث لها تخسر في الدم. يعني تخسر يعني تجلطات في الدم. يجي لك عنده تجلطات في الدم. التجلطات دي لو وصلت الرئة وصلنا لايه? لبرمونر هيبرتينش. ممكن يكون عنده مرض في ممكن يكون عنده مرض في الرئة. ممكن. كل ده ممكن. طيب. هتبتدي تعالجه ازاي? العلاج قلنا ده عايز رعاية مركزة. ونشوف يا ترى هنزبط احنا ضربات القلب. ونزبط الرئة. ونشوف المية للرشحة دي جاية منين بالزبط. ده كان ضغط الدم الرئوي او ارتفاع ضغط الدم الايه الشرياني. طبعا اللي احنا قلنا النهاردة ده كلام جامل جدا جدا. كلام كبير اوي والله العظيم. حلقة دي يعني مش عايز اقول الحلقة تاريخية. برضو بأكد في كل مرة ان الدكتور جودة ليس له علاقة باي حاجة بتتباع في اعشاب او تنظيف قولون او كلام ده انا معرفوش والله. انا معرفش غير شوية الحلقات دي ونحضر الحلقة بفريل اعداد ونجي نقولوك عليه. حلقة عن السكر حلقة عن الضغط عن الكبد عن الكيلة عن السرطان عن الولادة عن اضرار الولادة القيصرية. ها? في حلقة رائعة جدا 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 عن اضرار اه العمليات بتاعت السمنة. اضرار عمليات التخسيس. اضرار عمليات تكميم المعدة. طبعا الحلقة دي رائعة رائعة. يعني بازلنا فيها موجود فظيع. في طبعا اه كل مرة بنطلب مبتكرين الكترونيات. اي شباب اي شباب في الدبلومات في حتى لو مش متعلم خالص. عنده فكر عن الدواري الكهربية والزبزبات يشرفنا. احنا عاوزينه ضروري. عاوزين ضروري ناس بتعرف في الدواري الكهربية عشان بنعمل اجهزة جديدة في الزبزبات. طبعا لازم كل مرة اشكر الناس اللي هم آآ رشحونا لي جائزة اليونسكو. خمسة واربعين دولة آآ آآ رشحوا الدكتور جودة كاحسن طبيب في العالم في خدمة البشرية لعام عشرين عشرين. ربنا يعني يعني يكرمهم والناس اتصلوا ان هم ان شاء الله يرشحونا الجائزة اعلى. طبعا الكتاب بتاعنا اللي هو سواء التغذية المصورة او رشتات غزائية موجود في جميع المكتبات الان وفي تليفونات في تليفونات احنا بنزلينها. التغذية المصورة طبعا بتوزعه ضر البشير ورشتات غزائية بتوزعه ضر بداية. طبعا آآ بنشكر كل من يعني آآ تطوع لنظافة الاسطح لنظافة الشارع بيعلم الناس. ها? كل اللي بيتطوع بساعتين من وقته بنشكره جدا وربنا يبارك له. وانت تشتغل عند ربنا ساعتين كل زبوع يبعت لك الرزق بحر. او الله العظيم. اشتغل عند ربنا شوية وحشوف الرزق اللي جال. طبعا لا تنسى جزء من القرآن كل يوم. لو عايز تتاجر مع ربنا. يا ريت يبقى ليك جزء القرآن كل يوم. طبعا جزء قرآن كل يوم غير الورد. في ناس بتقرى الواقع وياسين وتبارك. لا لا لا. انا عايزك تقرى جزء كل يوم جزء. القرآن تلاتين جزء خلاص كل شهر. اه طبعا بندور على انبات حبة البركة. وبتمنى من الله ان لو حد من حبيبي قدر نجح في انبات حبة البركة يجي يقول لي او يجبها لي. عشان هنعالج بها ايه? زبايروسات وصلاة. الحبة النابتة. الحبة البركة النابتة دي معجزة يعني. طبعا في كل مرة بتمنى لو اني بسجل شكر للسيد الرئيس على خروج ابني. انا كلام ده بقى لي سنتين تلاتة. وكل مرة بدعو ربنا ان انا اسجل شكر. ما? اسجد لله سجدة شكر. طبعا كل الناس بتسألني اخبار ابنك اخبار ابنك. كل مرة بنركز ونزكر وزكر فان الزكرة تنفع المؤونين. لكن لسه ربنا سبحانه وتعالى ما ازانش الحكم على ما هو.